الوقت جمعتكم مع كلام خفيف مع شريف مذكور على النجوم مفقام ونجوم مفقام تيفي يا أهلا وسهلا بكل مستمعين نجوم مفقام في كل مكان في الدنيا وترحيب قصر كل يشوفونها دل بقتي في تلفازين وترحيب كبير قوي قوي لكل يسمعونه في محطات مترو الأنفاق الأندردجاوند الأول أعتذر على التأخير لأن يعني كان فيه مشكلة كده في الطريق فأنا بعتذر على التأخير حققكم عليا النهاردة بقى عندنا إيه النهاردة عندنا أول فكرة معايا واحدة من أشتر بنات الوطن العربي مش هقول مصر بس أنا فخور بها جدا فخور بعيلتها هي عندها 15 سنة بس ما توقع تتكلم معاها تلاقي عندها خبرة سيدة عندها 50 سنة تعرف تتكلم كويس قوي مثقفة جدا قارئة في كل حاجة في الدنيا تخش معاها تتكلم في التاريخ تلاقي تتكلم معاها في الدين تتكلم معاها في الفن تلاقيها بتجاهبك على أكمل وجهها عندها مخزون غير عادي من الثقافة وده باب سبب أنها بتقرأ دايما ومش هقدر أقول عليها طفلة لأن في ناس في بنات عندهم من 25 و30 سنة أنا بشوفهم أطفال مش راديين يكبروا وفي بنات تانية لأة صغيرين وكل واحدة فيهم بمئة ستة ومئة راجل معايا النهاردة مريم محسن وهي ترقاست المجلس القومي للأمومة والطفولة وشرف ليا وجودها معايا النهاردة وجايا لي مخصوص من بور سعيد أهلا بيكي أهلا بحدثك أخبارك إيه؟ شو تتك مش طالع ليه؟ أهلا تعمل وصيسي مش طالع إنتي بشورتين إنتي الحتومي بالمهمة دي ايوه هتزيعي الحلقة ايوه ما تفضحينيش أخبارك إيه؟ طيام مريم ليلة ما يعرفكيش اشرحي كده للناس وإدينا إنترو وإلنا سي في سريع كده من هي مريم محسن؟ أوكي أنا اسمي مريم محسن عبدالناصر من بور سعيد هني 15 سنة يعني أول حاجة خالص فيها العصف كنت بقى سبيانو تقريبا من حوالي 5 سنين أممكن أكتر شوية يعني دي كانت أهل حاجة داني حاجة كان الإعلام يمكن موضوع الإعلام ده كان حاجة أولادت معي من أولا صغير كنت بحيث أنه لما أجي أتكلم كده أنه أنا صوتي في حاجة ممكن أقدر أبصر حاجة للناس فقلت طب أنا ليه ما أكملت في المجال ده وبدأت أنه أنا أقرأ عشان أزود المامي بالإعلام وكده طب أنا حقطعك في الكلام أنا عايزة أعرف الناس بحاجة أنت متميزة فيها وربنا خلقك بميزة والدكي ميزة مش موجودة في ناس كتيرة اللي هي؟ أنا أطولت كفيفة عينيك الاتنين أو عينيك الاتنين طيب دعا خلينا أسألك حاجة أنت شايفت الدنيا شكلها إيه؟ شايفت الدنيا يمكن دعا خليني أذكر مامو بابو شفية لأنه هم اللي خلوني يشوفوا الدنيا بشكل حلو لأنه زي ما حيك عارف الأسرة بيقالها دول كبير جدا فأنا لما لو كان هم وروني إن الدنيا وحشة كنت هشوف الدنيا ظلمة بس أنا شايف الدنيا جميلة فيها أمل فيها تفاقل فيها طاقة أجابية ممكن تخلينا حاجة كتير قوي مريم أنت وأختك أنتو الاتنين اتولدتوا عندكو كفيفة أنت كفيفة وأختك كفيفة وأنتو الاتنين أشتر من بعض في الحقيقة أختك وأنا بموت فيها أصلا طرح هي أصغر من مريم في ناس مثلا نظرها ستة على ستة وسوة عمرهم ما بيقرؤ أنت قريتي كم كتاب وبتعرف إيه أحكي لي أنا بقرأ في كل المجالات أنا يعني بحب أن هو إيه أطرع على كل حاجة ومش هقدر أقول أنا قرأت كم كتاب لأنه هم كتير شوية بتعريهم إزاي إلكترونيا أو بريل بس يعني إيه الأفضل بالنسبة لك البريل وده هخلينا أنتقل لنقطة تانية أنه إحنا عندنا في الأسف في الوطن العرب يمكن مش مهتمين بالقراءة للناس اللي هم عندهم يعني لأي حد كفيف أو لأي حد كفيف للأسف يعني أنا مثلا لما أجد أقول على كتاب لازم أجيبه بعد ما أجيبه أعمله فالموضوع ده أنا نفسي نحن نهتم بالموضوع ده يعني في أمريكا في أوروبا الموضوع ده فيه يمكن اهتمام كبير فيه مؤسسات أصلا خاصة بإنتاج الكتب للبلوينس أو الديسلكسيا ماريام أنت عندك 15 سنة صاحباتك أنت في سنة كام؟ أنا في أوروبا سنوي أنت في أوروبا سنوي في المدرسة في بورسعي طبعا صاحباتك اللي معك في الفصل بيتعامل معك إزاي؟ بيتعامل معي عادي جدا بس أنا أصلا كنت في مدرسة مكوفين عادي فده كان يمكن التعامل خلاء أسهل شوية بس في نفس الوقت بدل وقت أنت في مدرسة إيه؟ أنا برضو في مدرسة لكوفيني يعني أنا قصدي أنا مدقت فيه أوكي طبعا أنت عندك صاحب بيتشوفه؟ آه طبعا أوكي بيتعامل معك إزاي؟ آآ يمكن فيهم ناس كتير ده طبيعي بيبصولي بيختلاف شوية بس أنا أنا قررت أن أنا لازم أخليهم يبصوليش نظرة الاختلاف دي لأن أنا مش مختلفة آآ عن طريق الكلامي معاهم عن طريق أن أنا بفهمهم بقول لهم يا جماعة يعني السؤال عن الموضوع مش حاجة تضيقني على فكرة بالعكس هي حاجة تسعيدني أن أنتوا عزين تفهموا أنا بتعامل إزاي أنا بعيش إزاي حياتي بتبقى عامل إزاي مين اللي بينقين لك لبسك؟ آآ ماما متخيلة لبسك متخيلة لالوان أنت دايما بتلبسي حلو آآ مرسي آآ لا أنا بسأل بس يعني يعني أنت عارفة تيشيرت تعرفي تيوصفي لي التيشيرت اللي أنت لابسات دلوقتي آآ هو أنا زي مسألت مامي قبل الهواء هو عليه حاجات كده عليه زي ورود عليه أزايز بارفان وكل أزايز بارفان عليها وردة آآ بتحبي تبارفانات آآ أكيد متخيلة لالوان أنت دلوقتي لابسة لون بينك آآ روز متخيلة لون روز ده إيه؟ آآ متخيلة لون روز ده لون حيوي بيدي الإنسان تفاية أقول كده بيحلي يبتسم وهو آيات كده طب متخيلة لون الأصفر أعمل إزاي؟ آآ ممكن الأصفر متخيلة مجنون شوية أوكي مش قوي يعني طب والأحمر آآ لا الأحمر الجنون بقى بحدة زيته طيب في البيت وانت عايشة بمعامتك واباوكي واختك ربنا يخليكو البعض وأسرة أنا بحبها أصلي قوي آآ بتعرفي تخشي المطبخ ممكن تعملي حاجة لنفسك آآ تخشي انت تستحامي بنفسك تعملي كل حاجتك بنفسك آآ اخلي لي يومك آآ أنا حافظة البيت كله حافظة كل مكان في البيت وكل حاجة حتى رميكون في حياة جديدة أنا باكتشفها بنفسي آآ أنا من أنا صغيرة وانا عندي حس الاكتشف بحب أكتشف يعني يعني لدي تتعامل إزاي حتى مثلا لو كان الموضوع فيه أذى بالنسبة لي بس أنا لازم أكتشف الموضوع بلازم أكتشف الحياة فأنا بصحة الصبح آآ بمارس يعني حياتي الطبيعية جداً يعني بتدخل الطويلات طبعاً آآ طبعاً مش دايماً بالنسبة كم في المائة؟ آآ خمسين في المائة ده نسبة عالية جداً عايزة أقولك آآ بتعملي إزاي الفطار يعني حكيه لو حكي بتفطري إيه؟ آآ ممكن مثلاً ساندويش ممكن أتخل لعمل ساندويش لنفسي عادي وبتفتحي التلاجة عارف العيش مكانه فين طبعاً مرجبنا عارفة السكينة فين عارفة بتستخدمي سكينة؟ آآ مش كتير مش كتير بيبقوا أعطان لك العيش جاهز لا بقى طول واحد عادي بس ممكن تولعي الفوتاجاز؟ آآ لا بساخن في المائة ممكن تعملي مثلاً بيض على الفوتاجاز؟ لا مش تبتراجودي أنا أصلاً مش بحب جهود البيض لا لازم تحبيه وتدبخي وتعملي ورز ومكارون أو كل الحاجة تدي لا مش تبتراجودي يعني طيب آآ انت شاطرة في المدرسة؟ آآ والحمد لله كنت من قوائر المحافظة في الاعدادية والاعدادية ما شاء الله الله هو أكبر عليك طيب آآ أنا عايز آآ اسألك آآ آآ المدرسة أو علاقتك عرفنا كده علاقتك بأصدقائك عايز أعرف علاقتك بالمدرسين والمدرسات؟ آآ طيب علاقتك بالمدرسين والمدرسات بسبب في المدرسة أو خارج المدرسة آآ يمكن أنا حصل لي مواقف من سنتين تقريباً كنت عايزة أخذ درس طبيعي أي إنسان بيأخذ درس يعني آآ فماما كلمت المستر التيتشر بتاع كان وقتها تقريباً عربي آآ فقالت له آآ أنا دلوقتي طبعاً هي في بعض المدرسين ما بقولهم مش إن أنا بلايند آآ ولما بيجوا يتفقوا وكان من ضمن المدرسين دي آآ مش تهلة إنتي بطا لا والله أنا ما كنتش أعرف يعني أنا مثل الإنجليش بتاعتي آآ اللي هو الإنجليش خارج المدرسة يعني عشان اللانجوش وكده هي كانت كاية وما كانتش عارفة إن أنا بلايند آآ وآآ مش عارفة أني كفيفة آآ ما كانتش عارفة خلص إن أنا كفيفة وأنا حتى هي أنا فجاية هي كانت كل ما بديه مسلاً بتشرح حاجة فهي فتحة قدامها الكتاب فبتقول لي لوك هير لوك هير بص هنا فأنا كنت أورادي يعني بحاول إن أنا إيه أوجه مسلاً يعني إدماجها حسب ما هي بتقول بس هي بعد كده أدركت ده انت بالسمع بتشوفي هي فين فعايزة تبصي لها بالزبط بس أنا قصدي إنها وهي عايزة تبصي على التختة آآ هي كانت عايزة هي بص في في الكتاب يعني على المكان اللي هي بتشرح فيه أوكي فأنا ما كنت يعني كنت بحاول إن أنا أحاول يعني أتكاوب معها وطبعا آآ أنا بشكرها جداً 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 هي يمكن أنا دلوقتي في اللانجوش الحمد لله هي كويسة جداً فمن غيرها ما كنتش آآ طب إما اكتشفت عملت إيه؟ لما اكتشفت هي مقالت ليش إنها اكتشفت هي اكتشفت الوحدة وأنا عرفت إنها اكتشفت ده بعدين بعدها بسنة تقريباً لا يا شيخة الله خير اكتشفت إيه؟ آآ هي كنا نتناقش إن أنا في موضوع التيتشرز لما بيقولوا كده وإن هم بيشوفوا إن أنا إذا طب هيتعاملوا معي إزاي آآ لما حكيت لها عن موقف مستر العربي لما ما أكلمته فقال لها لأ أنا أشتغل معها إزاي هي هي كفيفة أنا أشرح لها إزاي آآ وطبعاً هو إيه طنش وإيه مجاشر ده مدرس العربي فأنا كنت بحكي لها عن الموقف فقالت لي على فكرة أنا لكنتش عارفة إن انت بليند أنا أتركت ده بعدها بحصتين تقريباً أو حاجة فقالت لها طب إزاي؟ قلت لي عادي أنا ألاحس إن بتتعاملي عادي بس ما فيش مثلا ممكن إصال بصري بشكل كامل فعرفت إن انت وتعاملت معك وحبيتك جداً عكس مدرس العربي آآ وليه مدرس العربي عمل كده ثقافة مجتمع للأسف للأسف ثقافة مجتمع سيئة جدا تفتكر إش معنى مدرسة الإنجليزي تفهمت وبقت معاكي ومدرسة العربي لأ ثقافة مجتمع برضه أو طبعا أو هي ممكن يكون هي شافتني أنه هو ما تعملش معي عشان يحكم علي أو ما تعملش معي عشان يقول أنا ممكن مجربش أصلا بالضبط لكن هي حاولت شوفوا المدرسين قد إيه بيأثروا وأنا مش عارف مدرس العربي ده لأو سمعنا دلوقتي أكيد أنت ندمين أنت عملت حالة زي كده لأن أنت عملته ده خارج أخلاق المدرس خارج أخلاق المدرس بمعا تلميذة أو طلبة كفيفة يقول أنا مش عارف ما فتتعامل معها وإنت أساسا ما جربتش تتعامل معها وهي طلعة من الأوائل على الإعدادية فأنا مش عارف فين الضمير وما احترامي المدرسين العربي في كل مكان ليه دايما المدرس العربي يبقى أجريسف شوية صح؟ بس كتير نسبة منهم ما عندي كيميا أصلي مع المدرسين يعني ما حدش يزعل مني مدرسين العربي بس أنا حتى في مدرستنا كنت بيشوف كده مدرس العربي دايما كان يبقى المخيف مخيف ومتعالي للمبس كلهم العصاية ومتعالي على التلاميذ عكس مدرسين اللغات يعني المدرس الإنجليزي مدرس الفرمسوي تقيموا لطاف جدا ويخشوا مبتسمين طوالوقت وحتى لو حد عمل حاجة غلط طريقتهم بتبقى مختلفة عن مدرسين العربي ودي مش عايز مدرسين العربي اللي سمعيني دلوقتي يزعلوا بس دي الحقيقة والدليل على كده الكلام اللي مريم قالته أنا بجيب أقولش كلام من عندي وبعدين بس بتلعب رياضة آه كنت بلعب رياضة لعبت صباحة وكنت خدت مدرية ده باية فترة يعني ولعبت جودو برضو ده انت شاطر جدا طب بصي بقى مريم حنستأذنك حنسمع أغنية العبد الحليم حافظ عشانا بموت فيه وانت اكيد بتحبيه طبا وبعدك نرجع وانتكلم عن موضوع ازاي ترقصت المجلس القامل لأمومة والطفولة وايه اللي حصل وعملت النقاش ازاي والكلام ده كله خلاص جاهزة نسمع عبد الحليم حافظ وبعدك نرجع لكم مرة مرة تانية مع مريم محسن خليكم عنه انتوا لسه مع كلام خفيف مع شريف مذكور على النجوم افقام ونجوم افقام تي في بيجع لكم مرة تانية وخلني ارحب بضفتي لان هذا مشرفاني ونوراني ونوراني نجوم افقام كلها في الحقيقة مريم محسن وهي عندها خمسة عشر سنة هي كفيفة مولودة كفيفة وشخصية مثقفة جدا علشان كده هي ترقصة المجلس القامل للأمومة والطفولة وح تحكي لنا دلوقتي ترقصته ازاي وعملت ايه حكي لنا بقى الموضوع ده هو الموضوع بداية هي يعني حاجة اسمها فتيات في ادوار قيادية فأي فتيات في ادوار قيادية يعني الموضوع ده مبادرة من نزولة التضامن بالتعاون مع ده يعني في اليوم العالمي للفتاة اهتماما طبعا بضرور فتاة انهم الفتاة بيكون لازم يكون لهم دور كبير في المجتمع فالسنة دي كانت المبادرة التانية سنة يعني كانت محمولة دور الاعلام فان هو يحسن سلطة الفتاة او دور الاعلام الفتاة دروها ايه في الاعلام او الاعلام ازاي يخلي الفتاة لها دور دور بزبط اهم فوقتها انا رحت اعاد مع بلان انترناشنال معا مين بلان انترناشنال اهم بل ايه بلان انترناشنال هي مؤسسة دولية اهم موجودة في اكتر من دولة غير مصر اهم بيعملوا بودرات هو اهم تقريبا هم موجودين من الف وتسعمائية ايه ايه اس من التسانيات اه او اهم مش بانتذكرة بزبط يعني اهم بس هم يعني مؤسسة جميلة كدا اهم انا لما رحت حسيت بطاقة اجابية كبيرة هناك بكدا اهم اهم وكان انا تراهم وبتعلم عزارة التضامن اهم توليت اهم ما كان دكتورة عزارة عشماوي في امين عام المجلس القوامي الامة وطفولة يوم واحد هو الموضوع بيكون انه البنات بيتولوا اه منصب قيادي سواء كانت وزير او سفير او اه يعني اه ليوم واحد وبياخدوا القرارات اللي هم شايفينها اه تحسن اه او تدي اه صورة المرأة يعني اه بالزبط او او تكون لها تحسينات في المكتلات اه اليوم ده وقابلت دكتور عزارة العشماوي وقعدت مكانها وكان ده طبعا شرف ليا اكيد اه كنت فرحانة بيكي جدا ولكنت فرحانة وتعلمت حيات كتير جدا يعني كانت خبرات تعلمت اه يعني لما عادت معها هكده حسيت ان انا هي شخصية جميلة جدا اه وقتها كنت رايحة انا عاقش شوية اه دور المراهقات يمكن المراهق دلوقتي عندنا في مصر والات قانون сон كنت بتكلم عن دور الاعلام في اه الوعي اه في حياة المراهقين او المراهقات باشكل خاص يعني اه اه وانه الموضوع البنت مش فكرة انه سورة سطحية انه نحن متكلم لما تحصل مشكلة يبقى غير نتكلم ونبتدي بقى نلفت نظر المجتمع لا احنا المفهوض نر mareت قصص مجاح للناس دي ويكون في بعي للأمهات ووعي للمراهقات دول ازاي هم يعيشوا عشان ما يحصلش المشاكل اللي تصل في ريف مصر او في مصر بشكل عام ايه المشاكل انت شايفها المراهقين والمراهقات بيعانوا منها اول حاجة طبعا هي المشكلة الشعائية جدا لها زي ما بنقول عند المراهقات الزواج المبكرة الختين طبعا والحاجة المهمة جدا هي الوعي يعني مثلا دلوقتي او الامور او الامهات تحديدا مع المراهقات ما بيكونش عندهم وعي ازاي يتعاملوا مع المراهقين في الفترة دي لان هي بتكون فترة فيها طاقة كبيرة جدا ويا اما الطاقة دي نستغلها صح فتأدي انه الشخص دي ينجح في حياته يا اما الطاقة دي تؤدي به انه يسقط في وحل او في حفرة للاسف مش هيقدر يطلع منها هي الاساس بالزبط هي الاساس وهي بتكون فترة انتقالية كبيرة جدا ومرحلة انتقالية لازم يكون فيها تمام ومش معنى كده ان احنا بقى نرائب ويبقى فيه نزعق بقى وكده لا هي المبادرة احد المبادرات اللي كانت اطلاقها للمجلس القاومي لأمه وطفوله بالهداوة مش بالاساوة ان له احنا نقعد مع ابنان مراهقدة وابنتنا ونقعد نتناقش معاه ايه اللي حصل احنا ليه بنقول احنا ليه بنقول اه من غير زعيق بقى وانا نفسي كان لها تجارب في الموضوع ده انا يعني اماما وبابا اه كانوا يعني بيتعامل معايا انا بقعد معاهم بنتناقش في المشكلة اللي موجودة اه بنقعد نتناقش في الامر اللي موجود مش معنى كده ان احنا عم فيش زعيق لا وفي زعيق ده طبيعي بس هوا هي الفكرة انه انه الام تكون عارفة زي تتعامل مع بنتها متحساش ان هي مراقبة بشكل كبير في فول الوقت انت خلي بالك انت مش مكاس انت شطرة ومثقفة وعندك رقابة ذاتية على نفسك انا عارف ان انت شخصية قوية وعندك زي ما قولت كده انت عندك بترقب نفسك فمش اعتقد ان المنتك وباباكي ربنا يخليهم لك مش لبي زعاء ولا حاجة انت شايفة الحياة ومنظورك للحياة حلوة اوي ومطيعة مش اوي يعني بس بقى الله انا حقيقة ما كنتش هبقى كده من غير بابا وماما طب انت بقى في المجلس نقشت كل الكلام ده اه التناقشت كان قدامك ناس كثيرة او لو كنت انت ودكتور عزة بس انت انا ودكتور عزة وكانت في بعض الناس من دورة المجلس رد فعلهم كان ايه لما سمعوكي بتتكلمي عن الختان بتتكلمي عن الزواج المبكر بتتكلمي عن المشاكل المراهقين المراهقات مشاكل اللي كان بتقابل البنات في الريف كلام ده كله سألوكي عن رفسي كلام ده منين مثلا اه طبعا انا قبل ان اروح اعمل سيرج عن الموضوع بشكل علمي عن كل الموضوع بشكل علمي وعن مبادرات المجلس القانوني لأمام طفولة روحتي مذكرة او انا بعمل كده على طول يعني بحب ان انا اقرأ عن اي حاجة بمروحة فطبعا دكتور عزة يعني انا هي لحظت ده وكانت مبسوطة ورا كنت مبسوطة جدا اه حتى هيقلتلي انا يعني انا تعلمت منك فانتقل لي الشرف اكيد وانا فخورة باليوم ده انا يعني ده هيبقى احد يعني احلى الايام من حصائيتي او احلى التجارب لحصائيتي في حياتي طب انت دلوقتي اه اولا ثانوي انت عادي تخش ادبي والعلمي اه لا احلى عندنا في المكفوفين مش مسلوح لنا علمي ندخل ادبي بس ليه اه ده في كل العالم او في مصر لا في مصر ليه يمكن عشان هم شايفين ان العلمي مش هيبقى اي لازمة اولا مش هنخش طب مثلا هنخش طب ازاي هنخش هندسة ازاي برغم من دي برضو يعني مثلا انا قدلوقتي في واحد مثلا ضعيف بوصل مثلا اه في المدرسة مكفوفين فهم مش مسلوح لغير ان هو يخش ادبي طب ليه هو ممكن يدخل علمي فانا العلمي انا حسألك سؤال برضو عشان هو لو علمي وصحيح طلع طبيب هيتعامل زي مع الحالة ما هي الفكرة بقى انو لو ضعيف بصر ممكن يدخل طبيب اه لو ضعيف بصر حيبقى او ممكن يكون في بعض الكليات في علمي يعني فكرة ممكن تكون متاحة للمكفوفين زي اي طب قولين يعني مثلا ممكن يدخل عن دي ست صلات مثلا عن دي ست صلات مسل اه ممكن يدخل انتي كان لافسك ترخش علمي ولا اي لا انا عايزة ادخل اعلام اه انتعايز ادخل اعلام اوكا فانتعايز ادخلش ادبي اه اه ان شخص filho وانتي شاطر اوي في التاريخ ام مش قوي بص انا بقرأ في الموضوع ف لا بس طب اه 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 هادبسك شوي حكyas حكينا شوي عن التاريخ مصر القديمة اه يمكن تاريخ مصر قديمة المكتوب في الكتب بتاعت المدرسة يمكن مشكلة الحقيقة عن التاريخ ولكنه كافي انه لو شخص ملم بالموضوع وعنده فضول يدخل يعمل تاريخ المصر القديم من اعظم الحضرات طبعا حاول العالم محدش يقدرين كده ابدا ام كان عندنا حاجات كتير ابي حلوة الاهرامات طبعا الاهرامات هي اكتر حاجة احنا معروفين يعني مسلا ما تيجي تكلم حد مسلا من مصر اه الاهرامات انتم معروفين بالاهرامات اه طبعا هم تبانوا في الاسرة الكام ومين بنوهم ثلثة او الرابعة يعني كان في حدود الثلثة وربعة كان في اخر الثلثة وبدأت الرابعة اه صح اه 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 وكان وقتها يعني دي كانت حاجة عظيمة مقارنة باللي كان بيحصل زمان لانه زمان ما كان في اهرامات فايجا المالك خوفو قرر انه لازم يعمل حاجات جديدة اه هم كانوا اسكية جدا يمكن في حاجات هم وصلوا لها احنا دلوقتي العلم الحديث في كل العالم وتغسل هلوش في يعني وغير كده مثلا اه المقابر الفن العمارة اللي كانت عندهم الناس دلوقتي بتتعلم من العمارة والفن اللي هم كانوا بيستخدمو زمان طيب ايه 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 يعني من قراءاتك ايه اهم اسرة من الاسرات هم تلاتين اسرة او ايه اهم اسرة انت شايفة كان لها انجازات او كان فيها اه الحضرة وصلت لذروتها في وقتها اهم طيب هي هي طبعا هتوطبر الاسرة الربعة اوكي اه انا كنت رسي هقولك الاسرة 18 اصلاها اسرة غنية جدا اه طبعا رمسيس التاني بقى نفسيس التالت اه لا واخنتون 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 واختشبسوت بالزبط وتحط موس يعني كانت اسرة بالعمارة والفنون وفي نفس الوقت المالكة حتشبسوت حدش يقدر ينسى المالكة حتشبسوت وانها كان مقتها ممنوعا ومالكة تتوقع على عرش مصر وهي قررت انها لازم تبقى مختلفة ويعني بقت فازي رجل عشان خطر انها تقدر ان هي تتوقع على عرش مصر عشان الناس تخاف منها وبرغم كده هي ما كانتش عايزة العرش بس هي كانت عايزة العرش عشان تهتم بالاقتصاد وتنهد به وما فيش حد يقدر يقوب برضو انا زي ما كلنا بنقرأ هي اهتمت بالاقتصاد كد تنوكة بتهتم بانها تستورد من برا مصر بلات بونت بلات بونت بلات بونت كدب الخشب طب بقولك كراءتك فظيعة في التاريخ انا عارف بتقري في الدين او في الاديان مصفة عامة يمكن موضودة شوية شائك فانا مش عايزة اقرأ فيه غير لما يكون عندي شوية علم بيه اكتر او اخذ فكرة عشان انا ممكن لو قرأت مثلا في كتاب ما وحسيت انه انا ممكن اخد معلومة غلط فاسدقها فالموضو ده انا لسه مقررت ان انا اقرأ في ديانات المختلفة ده شيء مهم اوي اه ده مش معنا ان احنا بالعكس من قلل من دنا انا بالزبط انت كان بتشوفي ناس كمان التانية بتفكر ازاي بزبط واول كلمة نزلت على طول عيسة الصلاة اقرأ اقرأ فالمفروض نقرف كل حاجة عشان دايما الافق عندنا يكون واسع ونقدر نعرف نتعايش مع الاخر بزبط صح حاجة مريم انت ناردة شرفتيني ونورتيني عايزة تختمي بحاجة او تولي حاجة قبل ما تبشيني اه انا بس عايزة اذكر مو بابا وام كل كل الناس اللي كان اليوم مش هتشكري اختك واختي سوغنطوطة جودي جودي دي حبيبت هي بتلم على حضرتك واما مش هفتها ببرا واما اشكر اي حد كان لي دور في حياتي انا انا عملي ما كنت كده ولا هكون اه من غير اه مدارسيني اللي كانوا دايما معي خطوة بخطوة ما عدد مدرس عربي هي واغلي وكل الناس اللي كانوا في حياتي فبقيت بشكرلكون جداً من غير كو ما كنتش هبقى اي حاجة خالص انت شيئاً تكرياً اه انك صافهاها الفيس بوك عشان ناس تتواصل معك اه عني صافها الفيس بوك مريم محصن م ا ا ا ر ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا س ا ا ا ان اه بنزل عليها فيديو ومن بطل اللايف اتكلم عن بعض المشاكل او الحاجات في المجتمع اعمي له لايل يعني اسم southwest مريم محسن إنسانة جميلة بمعنى الكلمة أنا كمان بارتح قوي موعد معها وبأخذ منها طاقة إيجابية فضيعة فبشكرها على ده مرسي لكي وتشارع فينا دايماً في الجماعة فاهم شكراً 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 هنسمعك دواتي أغنية بتحبيها لست وردة أنت زي بتحبي ست وردة لانت اللي اخترتي لولها الملامة هنسمع كوبلي منها وبشكرك على وودك معنا نهاردة بعد منسمع جزء من لولها الملامة عندنا نشرة رأس الساعة بعد كده نرجع نطبخ لكم ونقول لكم نهاردة سبرينج رولز بالخضار بتعمل إزاي والنهاردة هنختم مع أستاذة رحمة دياء هي صحافية مستقلة والفائزة بجائزة هيكل للصحافة العربية لعام 2019 السنة اللي احنا فيها هتكون معنا إن شاء الله هتنورنا في آخر فاكرة نسمع لولها الملامة يلا بنا